إطار سلسلة الخرجات الميدانية لمصالح الرقابة تابعة لوزارة التجارة تمكنت مفاتشية التجارة لدائرة خميس خشنة بولاية بومردس من اكتشاف كمية معتبرة من البطاطا الاستهلاكية لـ 2016-2017 مقدرة بـ 5000 طن بمنطقة تخميس خشنة مخزنة في إحدى غرف التبريد من طرف أحد الفلاحين الخواص وهي العملية التي جاءت وسط الارتفاع الرهيب لأسعر الخضر والفواكه الموسمية بما فيها البطاطا طهر بنزين تنقل العين المكان وعدب التالي رأنا مع المتعامل الاقتصادي هنا في غرف التبريد مجموعة فسح لدينا البطاطا الاستهلاك تقدر بحوالي 50 ألف قنطار وكي شوفنا معه سيد الطارح باللي راح عنده اتفاقية مع الدول الوطني لوني لاب وما بداش يبيع فيها ما زال ما بداش يبيع فيها والسبب المتعامل راح يصر راح باللي لازم يستنى إذن كتابي من عند لوني لاب المهم كان اتفاقية بينتهم والمشكلة احنا ما بداش يكترى حين امر سيد هذا ولا يعطلوا ارد باهي والسقرة هكذا لكم شوفتوا الاسعار ملتهبة وما بداش وش من الوقت اللي لازم باهي يعطلوه احنا ادرك بين وزارة التجارة والفلاح يشوفوا المشكلة هذا ويشوفوا البربلام هذا ويشوفوا اسكوا مثلا نسكوا الصح ما زال ما وصلش الوقت باهي يعطلوا الاذن باهي بداي خرر هذا ومن جهتي اكد كذلك الممثل عن الفلاح صاحب المخزون الذي تم اكتشافه في خميس خشنة لتلفزيون النهار اكد بان كمينية البطاطا مخزنة بطريقة قانونية موضحا بان شروع في تسويقها سيكون بناء على امر كتابي من قبل يديوان بعد الحصول على موافقة وزارة الفلاحة احنا مجموعة فيسح فلاحة انا من خلطين في ستوك سيكوريتي مع نوني لاف مع الديوان الوطن المشترك للوحوم والخضر ودي اتفاقية سيد المفعول من مواتفري واحنا عندنا مخزون بتقريب خمسة لف طن وما زي ما عطتنا نحتية تعليم الوزارة الفلاحة بش نقوم بتسويق هذه السلعة مخزنة في المراكب التبريد احنا دوك مع الوزارة الفلاحة هادية دائرة ستوك سيكوريتي خاطر مع الشتاء هادية الغراثة دائتنا الرطالة يكون عندنا ان شوال المارج هكذا ما تكونش فيها وجه السلعة في رمضان ونمو مباركة مواتفري الولايات يعطونا الديستوكاتجة حاشر